اشتركوا في القناة في بداية الدرس دعنا نتعرف على قوانين الدرس أولاً اجلس جلسة صحيحة ثانياً التزم الهدوء طيلة وقت الدرس وثالثاً استمع للمعلم حتى تتعلم ورابعاً شاهد المعلم اتفقنا؟ هيا بنا نبدأ في البداية دعنا نتعرف على أهداف الدرس أهدافنا اليوم هي يحدد الطالب استخدامات الأجهزة الكهربائية الموجودة من حوله في البيت أو المدرسة أو أي مكان سرحة استخداماتها وأشرح كيف يمكن للأجهزة الكهربائية أن تفيدنا في حياتنا حياتنا والآن في البداية نحتاج بعضاً من الأدوات وهي كتاب العلوم لذا أحضر كتاب العلوم وستعد وأيضاً نحتاج إلى قلم لكي نكتب الملاحظات التي نريد أن نتعلمها وأيضاً نحتاج إلى ممحة حتى نمسح الأشياء التي لا نريدها والآن هيا بنا نبدأ تعلمنا سابقاً أن شاهد هذه الصورة هذا ما هذا الجهاز الكهربائي؟ ثلاجة أحسنت بارك الله فيك إذن الثلاجة هي جهاز كهربائي وأيضاً هذه المقنسة الكهربائية بارك الله فيك أيضاً هي جهاز كهربائي وأيضاً هذه أخبرني الغسالة أحسنت يا بطل أيضاً الغسالة جهاز كهربائي هذه الأجهزة تعمل بواسطة الكهرباء ولكن كيف نستفيد من الغسالة والمقنسة الكهربائية والثلاجة؟ سنتعلم ذلك اليوم انظر هنا هذا الولد جالس في بيته انظر هذا جهاز كهربائي بارك الله فيك هذا المصباح وأيضاً هذا المروحة هنا الجهاز الكهربائي يعمل بمصدر رئيس فالسلك هنا موصول في المقبس والآن شاهد هذا هذا جهاز التحكم الخاص بالتلفاز جهاز كهربائي يعمل بواسطة البطاريات بارك الله فيك لذا يوجد له حامل البطارية وأيضاً هنا هذا الحاتف أيضاً يعمل بواسطة الكهرباء ولكن يوجد بداخله بطارية بارك الله فيك وأيضاً هنا فرشات الأسنان هنا تعمل بواسطة البطارية لذا هذه الأجهزة تعمل بواسطة البطارية والآن انظر هنا هذه الأم موجودة في المطبخ تعد الطعام لأبنائها دخلت عليها ابنتها نورا نورا ماذا تريد من والدتها؟ نورا تنظر إلى المطبخ وتتساءل ماذا تتساءل؟ ما هي استخدامات الأجهزة الكهربائية؟ ما استخدام أي جهاز كهربائي موجود هنا الثلاجة والفرن الكهربائي؟ ما استخداماتهم؟ سنتعرف على ذلك هيا بنا انظر إلى الغسالة فهنا الأم تستخدم الغسالة لغسيل الملابس أيضا هنا هي تغسل الملابس بيدها من المتعب أكثر؟ من الذي يخط وقت أكثر؟ الغسيل في الغسالة؟ أم على اليدين؟ أحسنت الغسيل على اليدين؟ يحتاج إلى جهد ووقت الغسيل في الغسالة هنا لا يحتاج إلى جهد أو وقت طويل إذن الغسالة فالغسالة الغسالة تساعدنا على توفير الوقت والجهد انظر هنا كيف يتم غسل الملابس داخل هذه الغسالة؟ شاهد شاهد والآن ماذا يفعل هذا الرجل في هذه الصورة؟ ينظف الأرض بماذا؟ بالمكنسة الكهربائية إذن المكنسة الكهربائية هنا تساعدنا على تنظيف المنزل هذه المكنسة الكهربائية تساعدنا على تنظيف المنزل وأيضا انظر إلى هذه المروحة هي تتحرك تعمل بواسطة الكهرباء هل تحتاج إلى جهد؟ هل تحتاج إلى أحد يحركها؟ لا، فهي تتحرك لوحدها بالكهرباء انظر هنا إلى المروحة اليدوية فهي بحاجة إلى شخص يحركها لذلك ستحتاج إلى جهد لذا المروحة الكهربائية تعمل على تبريد المكان وتوفر الجهد والوقت للإنسان ما تتجاهد في هذه الصورة؟ انظر هي تخفق الخليط لتعد الطعام الجميل هذا جهاز كهربائي خلاط يعمل على خلط الخليط في الداخل انظر أيضاً هذا الجهاز يعمل بالكهرباء ويساعدنا على توفير الوقت والجهد فلا حاجة للخفق باليد بل هذا الجهاز يخفق بسرعة بوقت أقل وبجهد أقل التدريب الأول هل أنتم مستعد؟ هيا بنا ضع إشارة صح بجانب العبارة الصحيحة وإشارة خطأ بجانب العبارة الخاطئة في العبارة الأولى هنا انظر إلى هذه الصورة تستخدم الغسالة لتحضير الطعام هل نستخدم الغسالة لتحضير الطعام؟ لا أحسنت يا بطل إذن عبارة خاطئة الغسالة تستخدم لتنظيف الملابس انظر هنا هذا الخلاط الكهربائي الخلاط الكهربائي يساعدنا على توفير الوقت والجهد؟ أخبرني نعم صحيح عبارة صحيحة يا بني بارك الله فيك إذن فالخلاط هنا يوفر الوقت والجهد والآن من أنا؟ سنتحدث عن هذه الصورة ونكتشف من الجهاز الذي يساعدنا في إنجاز المهمة هنا انظر إلى هذه الصورة هنا الأرض متسخة هو جهاز كهربائي يساعد في تنظيف الأرض ويوفر على الإنسان الوقت والجهد ما اسمه؟ فكر ثم أجب أحسنت بارك الله فيك المكنسة الكهربائية هيا بنا ننتقل إلى جهاز آخر انظر هنا هذه الملابس هذه الملابس متسخة غير نظيفة وهناك جهاز يستخدم لتنظيف الملابس ما اسمه؟ من يكون؟ أخبرني أحسنت يا بني الغسالة إذن الغسالة الغسالة هي التي تستخدم لتنظيف الملابس وتوفر الوقت والجهد والآن انظر إلى هذه الأطعمة هو جهاز كهربائي يساعدنا في تبريد الطعام ويحفظ هذا الطعام في داخله ما اسمه؟ أخبرني أنا أسمعك أحسنت الثلاجة بارك الله فيك يا بني والآن انظر هنا إلى هذا القميس انظر هذا القميس مجعد هو بحاجة إلى ماذا؟ سنتعرف هو جهاز كهربائي يساعد في كي الملابس ويوفر على الإنسان للوقت والجهد ما اسمه؟ أحسنت يا بني المكواه أحسنت يا بني بارك الله فيك والآن انظر إلى هذا الماء هو جهاز كهربائي يعمل على تسخين الماء ما اسمه؟ أخبرني فكر ثم أجب أحسنت يا بني الغلاية الكهربائية هذا أحسنت يا بني والآن تدريب الإغلاق أصل أصل كل صورة بالإجابة المناسبة هنا أجهزة كهربائية وهنا وظيفة هذه الأجهزة كيف يمكن لهذه الأجهزة أن تساعدنا؟ في الصورة الأولى هنا ثلاجة هل الثلاجة تساعدنا على تسخين؟ أم التبريد؟ أخبرني أحسنت يا بني التبريد بارك الله فيك الغلاية الكهربائية هل تساعدنا على التسخين أم التبريد؟ أخبرني أحسنت يا بني التسخين فهي تسخين الماء والآن عزيزي الطالب دعنا نتذكر ماذا تعلمنا اليوم؟ تعلمنا أن الأجهزة الكهربائية استعمالات عديدة فهل الغلاية الكهربائية تستخدم لتسخين الماء والثلاجة تستخدم لتبريد الطعام وأيضا الغسالة تستخدم لتنظيف المنابس وأن هذه الأجهزة توفر علينا الوقت والجهد في نهاية الدرس أتمنى لك التوفيق والنجاح إلى اللقاء في الدرس القادم